خليك دايما عارف ان بياناتك على الانترنت دايما في خطر والاسف المشكلة ان انت متقدرش تحمي نفسك من ده لان المشكلة مش عندك بس بل كده عملنا حلقات كتير عن تسريبات حصلت لفيسبوك وإنستجرام وواتساب كل شوية تسريبات بريس معنا هنا وهنا المرة دي مع تويتر فلو انت معاك اكاونت على تويتر فانت ممكن تكون ضمن التسريبات دي ومن زاعة ما ايلون ماسك الشارع تويتر والمشاكل ما بتخلص مع اي شركة دي شركة تويتر من مشكلة لمشكلة اخرها مشكلة تسريب بيانات المستخدمين دول كمان مش حساب والحسابين لا دول 235 مليون حساب والمخترق اللي معاها البيانات دي مصرب البيانات دي مجانة كمان من غير فلوس احد المواقع المتخصصة في نشر البيانات المصربة دي ايه المخترق ده حط الف نسخة من التسريبات دي او الف حساب على الموقع ته كزي كده اختبار الناس لو عايزة تتأكد ان فيه فعلا بيانات متصربة او لا اضطوهم على موقع من المواقع دي وبيهدد ان هو هينشر المعلومات دي مجانا لو ايلون ماسك مدفعش فلوس لي وبيقوله صراحة كده لو انت بدفعتش انا هسرب المعلومات دي مجانا للناس كلها هتقدر ان هي تاخد البيانات دي ولو انت مدفعتش يا عم ايلون ماسك انت ساعته هتبقى معارض ان انت تدفع تعويض للناس اللي تم اختراق بياناته البيانات اللي تم تسريبها ده فيها الايميل الخاص بالحساب وطبعا اللي هو اسم المستخدم اللي هو بيبقات كزا اللي هو بيقف تويتر طبعا اللي هو تم تسخدم تويتر عالي في الموضوع ده ورقم التليفون المربوط بالحساب فانو الشخصية صاحبة الحساب ده شخصية مهمة ساعتها المختلط هيحاول ان هو يسحب الرقم ده من شركة الاتصال او ان هو يعمل عليه عملية سكامل او يبعث له روابط بحيث ان هو يقدر يسيطر على الرقم ده فيقدر ان هو يسيطر على حسابه بعده بالاضافة طبعا لعمليات احتيالية كتير جدا عن طريق الرسائل او التواصل على الارقام صاحبة الحسابات دي او محاولة اتزازه تبدأ عرف زي ان تم تسريب بياناتك حتدخل على الموقع ده اللي انت شايفه قدامك ويهي حتضيف في ايميلك وحيولك اذا كان بياناتك تم تسريبها او لا هتلاقي لنك الموقع ده موجود في المقال الموجود في وصف الفيديو او في اول تعليق وطبعا حتى لو انت ما تمش تسريب بياناتك ادخل غير كلمة سر حسابك وخلي رقم تليفونك المربوط بالحساب ما يكونش رقم حد يعرفه نهائي يكون رقم خاص بيك انت محدش ابدا يعرفه وما تستخدمش كلمة سر واحدة في كل الحسابات بتاعتك لا كل حساب استخدم كلمة سر مختلفة تماما وكمان فعل ميز التحقق بخطوطين ويكون ميز التحقق بخطوطين دي عن طريق برضو برنامج اللي هو الخاص بجوجل التحقق بخطوطين ما يبقاش بس على تويتر وما تقلقاش التسريب ده ما قدش فيه خالص ان فيه تسريبات لصور او بيانات او فيديوهات اكتر من الايميل ورقم التليفون واللي هو المعرف الخاص بالحساب ده واللي ممكن تستخدم فيه عمليات احتيالية مش عمليات اختراق للصور الخاصة او البيانات الخاصة بحسابك ولو بتستخدم جهاز كمبيوتر وعايز تحمي نفسك اقصى حماية بشكل مجاني شوف الحلقة الموجودة هنا